بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بأبنائنا الطلاب طلاب الصف الحادي عشر مع درس جديد من دروس اللغة العربية وأنوانه أدوات الشرط الجازمة الجزء الأول أهداف الدرس يتوقع من الطالب في هذا الدرس أن يوضح مفهوم أسلوب الشرط مبيناً أركانة يحدد أدوات الشرط الجازمة موضحاً دلالاتها يبين حكم فعل الشرط وجوابه في صوره المختلفة الآن أعيروني أسماعكم وهيا بنا لنبحر في هذا الدرس ما أسلوب الشرط؟ إنه أسلوب نحوي يفيد أن الفعل الأول فعل الشرط سبب وشرط لحصول الفعل الثاني وهو جواب الشرط ويتكون من ثلاثة أركان أداة شرط فعل الشرط جواب الشرط والمثال على ذلك إن تجتهد تنجح فأداة الشرط هي إن وفعل الشرط هو تجتهد أما جواب الشرط فهو تنجح سنتعرف الآن على أدوات الشرط الجازمة حرفان وأسماء أما الحرفان فأولهما هو الحرف إن كما في قولنا إن تكرم أبويك يكرمك أبنائك والحرف الثاني هو إذ ما عندما نقول إذ ما تحترم أصدقائك يحترموك أما الأسماء فعديدة نتعرف عليها من خلال الأمثلة من يكثر كلامه يكثر ملامه الأداة هي من؟ وهي أداة للعاقل ما تفعل من خير تجده عند الله؟ الأداة ما وهي لغير العاقل مهما تخفي الشيب يظهر الأداة مهما وهي أيضا لغير العاقل متى تسعى تفلح في حياتك؟ الأداة متى؟ وهي للزمان أسماء أخرى للشرط أين تذهب يرك الله؟ الأداة أين؟ وهي للمكان أينما ينتشر الظلم يضع في العمران؟ الأداة أينما وهي للمكان أيضا كيف ما تعامل إخوانك يعاملوك؟ كيف ما؟ وهي أداة للحال أي ضيوف يأتوا يكرموا؟ الأداة أي؟ وهي لجميع ما سبق فتصلح للعاقل ولغير العاقل وللزمان وللمكان وغير ذلك حسب ما تضاف إليه وبعد التعرف على أسلوب الشرط ومكوناته الآن نقف على عتبات حالات فعل الشرط حالات فعل الشرط وجوابه وحكمهما ما الحالات التي يأتي عليها فعل الشرط وجواب الشرط؟ فعل الشرط وجوابه مضارعان مجزومان كما في قولنا من يراقب ربه يجعل له أجرا عظيما فعل الشرط وجواب الشرط كلاهما مضارعان فعل الشرط وجوابه ماضيان في محل جزم إن اجتهد الطالب في دراسته تفوق اجتهد وتفوق كلاهما ماضيان وجملة فعل الشرط وجوابه في محل جزم الحالة الثالثة فعل الشرط مضارع وجواب الشرط ماضي أينما يوجد إخلاص تقدم المجتمع والحالة الرابعة فعل الشرط ماضي وجواب الشرط مضارع متى زرعت المعروفة تحصد الثواب ماضي ومضارع كذلك قد يأتي جواب الشرط جملة اسمية في محل جزم أو فعل أمر في محل جزم وإليكم الأمثلة مهما طال عمر الإنسان فالموت نهايته انظروا إلى هذه الجملة جواب الشرط هنا جملة اسمية في محل جزم والمثال على فعل الأمر إن أردت الفلاحة فابتعد عن رفاق السوء فابتعد جواب الشرط هنا فعل أمر في محل جزم وحتى تتمكن من ضبط اسلوب الشرط ضبطا صحيحا لا بد أن تتعرف علامات جزم الفعل المضارع العلامة الأولى هي السكون وذلك عندما يكون الفعل صحيح الآخر المثال إن تخلص في عبادتك تسعد في حياتك انظروا هنا علامة الجزم هي السكون العلامة الثانية هي حذف حرف العلة عندما يكون الفعل معتلى الآخر مثال من يسعى في حوائج الناس يرضى الله عنه منظر أحبائي فقد حذف حرف العلة من هنا فالفعل أصله يسعى والفعل هنا أصله يرضى العلامة الثالثة هي حذف النون وذلك عندما يكون الفعل من الأفعال الخمسة وما الأفعال الخمسة إنها كل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء مخاطبة كما نقول متى تتسلح بالعلم تحقق أمل الأمة التحقت به واو الجماعة فحذفت النون من هنا فالأصل أن نقول تتسلحون وتحققون والآن إلى حل التدريبات لنتأكد من تعلمنا الكتاب المدرسي في الصفحة السادسة بعد المئة السؤال يقول اقرأ ما يأتي ثم املأ الجدول بالمطلوب قال تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين من سورة الأعراف ما المطلوب إذن؟ المطلوب أن نحدد أداة الشرط وفعل الشرط وعلامة الإعراب وجواب الشرط وعلامة إعرابه أيضا أين أداة الشرط هنا؟ نعم بارك الله فيكم إنها مهما أما فعل الشرط فهو تأتنا وعلامة الإعراب كما ترون حذف حرف العلة فالفعل أصله تأتي أين اليا لقد حذفت؟ كيف نحدد جواب الشرط بشكل صحيح؟ إنه ما يترتب على فعل الشرط ولتحديد جواب الشرط بشكل صحيح لا بد أن يكون نتيجة لفعل الشرط انظروا هنا نعم فما نحن لك بمؤمنين؟ هذه الجملة ما محلها الإعرابي؟ إنها جملة في محل جزم يقول الشاعر وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء أداة الشرط هنا هي إن وجملة فعل الشرط هي كثرت ولمعرفة الإعراب إنها جملة بدأت بفعل ماض فلذلك هي جملة في محل جزم أين جواب الشرط؟ أين النتيجة؟ وإن كثرت عيوبك في البرايا ماذا؟ وسرك أن يكون لها غطاء ماذا؟ تستر بالسخاء هنا بدأ الجواب لذلك جواب الشرط هو جملة تستر وهي جملة في محل جزم المثال الثالث ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر؟ أداة الشرط هي من؟ وفعل الشرط يتهيب وعلامة إعرابه هي السكون فهو فعل مضارع صحيح الآخر وجواب الشرط هو الفعل يعش وهو فعل صحيح الآخر فعلامة إعرابه الجزم بالسكون أنا ابن جلى وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني؟ أداة الشرط متى؟ وفعله أضع وعلامة الجزم هي السكون فهو فعل مضارع صحيح الآخر ولكن ما بال هذه الكسرة؟ إن هذه الكسرة قد جاءت لالتقاء الساكنين فالعين ساكنة واللام كذلك فلابد من تحريك هذا الساكن فنضع هذه الكسرة جواب الشرط تعرفوني وعلامة إعرابه هي حثف النون فالأصل أن نقول تعرفونني ولكن النون قد حذفت لأنه من الأفعال الخمسة كيفما تعامل تعامل؟ تستطيعون المعرفة الآن كيفما؟ والفعل تعامل السكون الجواب تعامل وعلامة الآرابه هي السكون أيضا مهما تحاول إخفاء طباعك تظهر أكمل أنتم؟ نعم بارك الله فيكم الجواب تظهر والعلامة هي السكون مع تدريب آخر ضع مكان كل فراغ من الفراغات الآتية أداة من أدوات الشرط الجازمة هل تستطيعون توظيف الأدوات؟ نتحد ننتصر ما الأدات المناسبة هنا؟ نستطيع أن نقول إن نتحد ننتصر ولو قلت متى نتحد ننتصر صحيح أيضا تقرأ من كتاب ينفعك نستطيع أن نقول مهما أو ما تقرأ من كتاب ينفعك تنتشر الأمية تكثر الخرافات نقول متى تنتشر الأمية تكثر الخرافات؟ ونستطيع أن نقول أينما تنتشر الأمية تكثر الخرافات؟ تدريبنا الثالث ضع علامة صواب أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخطأ مع تصويب الخطأ إن وجد أي ساعة تسافر أسافر؟ أي أداة شرط تفيد الظرفية الزمانية؟ هل هذا صحيح؟ نعم فقد أضيفت إلى زمن أينما تكون يدرككم الموت؟ وهي آية من القرآن الكريم تكون فعل مضارع مجزوم هذا صحيح بحذف حرف الإلة هل هو من الأفعال المعتلة؟ أم هو فعل من الأفعال الخمسة؟ انظروا إلى واو الجماعة إنه من الأفعال الخمسة لذلك الجملة خطأ والصواب أن نقول العلامة هي حذف النون من يفعل الخير لا يعدم جوازيه فعل الشرط يفعل فعل مضارع مجزوم بالكسرة بدلا من السكون الجملة هنا ليست صائبة تماماً فعلامة جزم المضارع هنا هي السكون وقد تحرك السكون بالكسر لالتقاء الساكنين فالصواب أن نقول مجزوم بالسكون المحرك بالكسر التدريب الأخير مهما علت الشجرة فلن تصل السماء مهما أداة شرط تربط بين فعليني وتستخدم للدلالة على غير العاقل نعم أعزائي هذه جملة صائبة وهكذا قد درسناها كل الشكر لكم أعزائي الطلاب على حسن المتابعة وإلى أن نلقاكم في الجزء الثاني من هذا الدرس من درس أدوات الشرط الجازمة لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته